فلسطين التاريخية أي ما قبل 1948 كانت وحدة جغرافية واحدة تشكلها الأرض من نهر الأردن ووادي عرب شرقا إلى البحر المتوسط وسحراء سيناء مع صدور قرار التقسيم عن الأمم المتحدة عام 1947 أصبحت الخريطة على النحو الذي ترونه مناطق أوسع تحت السيادة العربية والفلسطينية ومناطق أقل تحت السيادة اليهودية بالرمادي ومع رفض العرب قرار التقسيم تصاعد التوتر في فلسطين وكانت حرب 48 التي حققت فيها القوات اليهودية انتصارا ساحقا على القوات العربية وأعلنت ما نعرفه اليوم بدولة إسرائيل وهنا الاستيطان بدأ وكان واقعا مكملا للهجرة اليهودية التي سبقت الحرب بعقود ومع إقرار الجميع عربا وغربا بإسرائيل وسيادتها على الأراضي التي احتلتها عام 48 أطلقت حرب 67 كشرارة للتوسع في أراضي محتلة جديدة هي الضفة الغربية وغزة وسيناء وهضبط الجولان خلال السنوات الأخيرة نمت المستوطنات بمعدل 4% سنويا كل سنة 4% وبلغ عدد المستوطنين في 2016 يعني هذا العام العام الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغوا 640 ألف مستوطنين إسرائيلي في القدس الشرقية المحتلة وحدها تم بناء أكثر من 58 ألف وحدة سكنية استيطانية يقتنها أكثر من 200 ألف مستوطن مقابل 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية فيما يعيش مليونين و900 ألف مستوطن فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يسكن 85% من المستوطنين اليهود حول مدينة القدس وحول منطقة غرب راملة وجنوب غرب نابلس وتعتبر مستوطنة معالي أدوميم ومستوطنة بيتار عليت ومودي عين عليت من كبرى المستوطنات في الضفة ويقتن مستوطنة معالي أدوميم وحدها في القدس الشرقية 37 ألف مستوطن مستوطنات بطبيعة الحال الثمن فيها ثمن بنائها ليس زهيدا فالبناء الاستيطاني وحده كلف إسرائيل 30 مليار دولار خلال العقود الأربع الماضية 30 مليار دولار بأربع عقود ورغم قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر الشهر الماضي والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس فإن وزراء إسرائيلي وأعضاء في البرلمان الإسرائيلي أكدوا أن هذا القرار لن يردع إسرائيل عن مواصلة التوسع الاستيطاني وبنظر على الضفة الغربية هذه الضفة الغربية ومشاريع الاستيطان إذا ما أخذنا منها من خريطة الضفة الغربية الأصلية كل المستوطنات التي بنيت عليها هذا ما يتبقى إذن هذا ما يتبقى من الضفة الغربية بدون المستوطنات هذه المستوطنات التي حولت الأراضي الفلسطينية إلى جزر معزولة كما ترونها فباتت شبه وطن شكرا شكرا